الكلب الشجاع حكاية من التراث السويسري كان يا ما كان في قديم الزمان كان هناك كلب شجاع يعيش في جبال الالب جبال الالب ما بين ايطاليا وسويسرا وفرنسا يبلغ ارتفاعها اكثر من اربعة الاف متر ولكن حتى في جبال كهذه كان المسافرون منذ الزمن البعيد يجتهزون القمم ومن بينها قمة برنار اكثر القمم ارتفاعا الجو هناك متقلب جدا حيث العواصف الرعدية والثلجية المفاجئة عند محاولة عبور هذه القمم فقد الكثير من المسافرين او تجمدوا حتى الموت يجب ان اجد طريقة لانقاذ المسافرين كان هذا المفكر يدعى سان برنار اقنع برنار الناس في المنطقة لمساعدته على بناء بيت في اعلى المنحدر وجمع العديد من الكلاب السويسرية القوية وعلمها طريقة العثور على الناس الضائعين وكيفية مساعدتهم وتعلمت الكلاب بانه عند العثور على شخص ما عليها ان تنبح بوضوح ثم عليها ان تضع جسمه في وضع يستطيع معه ان يشرب من الدواء المنشط الذي كان يوضع في اوعية معلقة حول اعناقها الكلاب المدربة على هذه الطريقة كانت تركض حول ممرات الجبال اثناء الشتاء الحاد والعواصف الثلجية وهي تقوم بعملها هذا لمساعدة وانقاذ حياة العديد من المسافرين الحمد لله لقد مجوت مرحبا ايها السيد اهلا بك اهلا شكرا ايها الكلب لقد امتبتني شكرا شكرا خيرا فقلت يا بادي هل اسم هذا الكلب بادي هذا صحيح اسمه بادي انه واحد من امهر الكلاب في هذه المنطقة انه ذكي ذكي جدا سوف لن انساك ايها الكلب الوفي لن انساك لن انساك هيا هيا تعال واسترح قرب المدفأ تفضل انه كلب ذكي لقد انقذ حياتي بادي انت ايضا تشعر بالبرد هناك حليب لذيذ في انتظارك هيا اذهب بادي الى اين انت ذاهب يا بادي ترى الى اين ذهب في هذا الجو العاصف انه لا يستريح ابدا كان الثلج يغطي المكان كله بحيث لا يمكن ان نرى اي شخص وراح بادي يبحث ويشم هنا وهناك واستمر الكلب في البحث وكأنه يعلم بانه نالك من يحتاج الى مساعدته واخيرا اكتشف شيئا انها طفلة يا للصغيرة المسكينة كان جسمها متجمدا ماذا يفعل بادي من اجل الفتاة اذا لم يقم بالمساعدة سريعا فقد يفوت الاوان واحتضن الكلب الوفي الطفلة بحرارة جسمه لكي يدفئها يا الهي ارجوك ان تساعدني في انقاذ حياة الطفلة كأن صوت الكلب يقول هذا المعنى وبهذه الطريقة حمل الكلب الطفلة على ظهره وسار بين الثلوج كل شيء الان على ما يرام ان الفضل لبادي فقد انقذ حياة انسانة اخرى او بادي لقد كنت بعمل جيد جيد جدا انقذ بادي حتى الان حياة اربعين شخصا تائها في الثلوج ولكن عندما حاول انقاذ حياة هذه الفتاة كانت هناك عاصفة ثلجية رهيبة وكان من المستحيل الرؤية من بعيد وعندما حاول بادي انقاذ حياة المسافر الحادي والاربعين كانت هناك عاصفة ثلجية رهيبة وكان من المستحيل الرؤية من بعيد وخرج بادي وهو يصغي بانتباه وبانفي الحاد يبحث عن اي شخص في مأزق لقد عبر الغابة الى اسفل الوديان واقترب من شخص في مأزق فعلا لكي يمكنه من شرب الدواء المنشط المعلق حول عنقه مهما حاول بادي ليقول لست ذئبا لن يفهمه ذلك المسافر فاقد الوعي ولم يبقى للكلب اي خيار سوى العودة الى البيت ولكن بادي لم يستطع ان يركض بسبب جروحه البالغة واصبحت الممرات الصخرية مجهدة ومتعبة بالنسبة لها ووووووووووووووووー اشتركوا في القناة بادي مرة اخرى بادي ماذا حدث لك انك جنيح هيا ادخل يجب ان اعتني بجرحك بادي عين تذاهب توقف يجب ان اعالجك بادي عد يا بادي بادي فهمت هيا اريني الطريق بادي هل انت بخير ولم تعد لدى بادي الطاقة الكافية للرد كان بادي يستخدم ما تبقى لديه من طاقة ليوصل سيده الى المسافر التائه وضعف نظره شيئا فشيئا هل انت بخير بادي تماسك وضعفت كذلك حاسة شمه القوية واستخدم بادي اخر ذرة من طاقته ليتقدم ولكن انظر هناك شخص ما انه فاقد الوعي لا يزال على قيد الحياة دعنا نأخذه الى البيت لنهتم به وبينما كان بادي يستمع الى اصوات الرجال تضاءلت قوته شيئا فشيئا بادي كن يحلم لقد حلم بانه لا يزال صغيرا يلهو ويمرح في الثلوج وما ان انتهى من حلمه حتى فارق الحياة والان بادي نائم في اعماق جبال الالب ولكنه لا يزال حيا في قلوب الناس وسيبقى كذلك الى الابد لانه انقذ حياة الكثيرين من موت محقق ترجمة نانسي قنقر